تطلع بقى حاجة صعبة قوي قوي بتحصل بقى مع الأزواج الكبار نركز عشان احنا عارفين الكلام ده بس احنا كل الناس عارفين بس احنا ما بنقولش انا هنا جاي عشان اقول فكرة العقابية بقى في عقابية مبطنة ما بين الزوجين يعني ايه عقابية مبطنة؟ يعني هو يعطي الفلوس اقل من الفلوس اللي ان هي محتاجينها عشان تفضل هي محتاجاة فهو يعطي اقل من ناحية المال وهي تعطي اقل من ناحية العواطف وممكن يصل الكلام ده ان هم يفترقوا في الايه؟ يفترقوا عن بعض في البيت يبقى فكرة العقابية في عقابية مبطنة بين الاثنين واحد اشكالها ان هو ايه اللي حاصل؟ يعطي احساس ويعطي فلوس اقل وهي تعمل نفسها عكاية وده طبعا فيه شكل من اشكال العقاب وان كنا مش فهمينه مش فهمينه ليه؟ لانه هو فيه عدوان بس عدوان عدوان خفي والعدوان ده ممكن يصل في بعض الاحيين الى العنف الجسدي في بعض الاحيين لما يحصل ان الناس ما تبقاش فهمه فانا اعطي اقصر مما يعطيه الطرف الاخر ولا اعطيه على قده؟ لا انا اعطيه على قده فهي تتحول الى آلة فهم الاثنين هي تتحول الى آلة بتخسل الاطباء بتخسل الملابس بتعمل الالاقة الزوجية فيحس انه هو مع آلة هو كمان يبقى يتحول الى ايت ام فيحصل الحياة الزوجية بهذه الطريقة والزوجة هي بتشوف الحاجات دي وساعات بقى لما يزيد الامر ده تحس ان الزوجة بالضياع لدرجة ان الزوجة ممكن تقول انه احيانا بيكون طيب وهو ده فعلا موجود لكنه بيتدايق بس شوية بس الديق فضل يستمر يستمر لغاية ما هو حس ان المسألة خرجت عن السيطرة فيبتدي يعمل ايه؟ يمارس العقاب معاه فيبدأ ايه عاقب وهي ترد العقاب بالعقاب لدرجة ان في حاجة اسمها العقاب بالصمت عارف العقاب بالصمت ده يجي الزوج يقولها انت ما بتتكلميش ليه؟ تقوله ما فيش حاجة نتكلم عنه وهنا تاني بيظهر بتظهر قضية العشم هو احد الامور المركزية في جواز في مسألة تحديات الكبار فكرة العشم العشم ده حاجة حلوة؟ اه حاجة حلوة بس ازاي العشم ده ما يتحولش الى ايه؟ ما يتحولش الى توقعات غير حقيقية اشتركوا في القناة